وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 422 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 20 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 640 قضايا من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتدول القمح المحلية تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن أقماح محلية